انا الدكتور شريف الحافز وساز الامراض البطنة والغضب السماء وسكر المتفرغ بكلية طب جامعة القاهرة الاصر عليني. النهاردة انا بتكلم على الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر وكيفية الوقاية من مرض السكر عند الناس دي. اولا مين هم الناس اللي عندهم استعداد للسكر؟ الناس اللي عندهم استعداد للسكر اللي هم الناس اللي هم عندهم تاريخ عائلي اولي جامد من السكر من النوع التاني. احنا ده ما نكلم على السكر النوع التاني اللي هو عادة بيحصل في سن كبير. السبب بالأساسي للسكر هو وجود السنة ووجود استعداد عائلي ومع استعداد العائلي والسنة والتعرض لتوترات شديدة ممكن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر دولة زي ما أنا بقول اللي هو عنده تاريخ عائلي أولي لمرض السكر الوالد الوالدة الإخوات العمام الخلال حد من العائلة عنده سكر وده أو أي حد عنده ارتفاع في ضغط الدم أو أي حد عنده خلل في دهنيات أو كوليسترول الدم أي حد عنده تصلب في شرايين القلب أو تصلب في شرايين المخ أو تصلب في شرايين الطرفية كل دولة عندهم استعداد للسكر الست الحامل اللي جالها سكر حامل يراح بعد الولادة أي شخص خد أدوية فيها مشتقات كورتزول وهو بياخد الأدوية جاله سكر ولما بطل الأدوية دي راح السكر منه كل دولة عندهم استعداد للسكر طبعا أثبتت الأبحاث الكثيرة أن ممارسة الرياضة ولمدة 30 دقيقة في اليوم لمدة 5 ثيان في الأسبوع مع تقليل الوزن بنسبة 5 إلى 10% في خلال سنة دا يقلل إصابة بمرض السكر عند الناس دي اللي عندها استعداد السكر بنسبة 58% في بعض الأدوية ممكن تؤدي برضو نتيجة بس أقل شوية من النظام الغذائي والحياتي اللي احنا اتفاعلنا عليها دي اللي هي حبيتها أنا أقوله بالنسبة للوقاية من مرض السكر النوع الثاني وشكرا جزيلا